اتفاقيات مخالفة للتشريعات الدولية والمحلية وقعها حفتر وحكومة الثني خلال الأعوام الماضية مع دول وأطراف تدعم حاليا العدوان على العاصمة رابلس وهي اتفاقيات قوبلت بصمت مطبق من قبل نواب حفتر ومؤيديه وداعميه الذين لم يتوقف صراخهم منذ توقيع رابلس مذكرتي تفاهم مع أنقرة أولى هذه الاتفاقيات كانت مع مصر في شهر سبتمبر عام 2014 حين وقعت حكومة عبدالله الثني مع الحكومة المصرية اتفاقية تقضي بالسماح للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما للأغراض العسكرية وإرسال عسكريين على الأرض لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد وبحسب البند التاسع من هذه الاتفاقية فإنه لا يحق لليبيا مقاضات أي عسكري مصري قد يرتكب جرما أو مخالفة بل يعاد إلى بلده ليحاكم فيها كما نصت الاتفاقية على تنازل الطرفين عن المطالبة بأي تعويضات قد تنجم عن إطلاف الممتلكات أو إصابة أشخاص أو وفاتهم وكان ينقص الاتفاقية أن تقول أن ليبيا هي صحراء لتجارب تقنيات مصر العسكرية وأهلها مستباحون لجنود مصر أما الاتفاقية الثانية فقد وقعها حفتر مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية في أغسطس عام 2015 مع الأردن ونصت على التعاون العسكري والاستخبارتي والأمني بين الطرفين وهو ما أكده تقرير الخبراء مؤخرا حينما أفاد بدعم الأردن لمسلح حفتر بالسلاح والتدريب العسكري فيما كانت الاتفاقية الثالثة مع الدب الروسي ووقعت في يناير عام 2017 حين رست حاملة طائرات روسية قبالة شواطئ الشرق الليبي قادمة من سوريا حيث ظلت تفاصيل هذه الاتفاقية مجهولة إلى أن وصل مرتزقة الفاغنر إلى ميناء درن وطبرغ وأخيرا ضواحي ترابلس لتكشف الحرب على أسوارها ما كانت قد خبأته أوراق الاتفاقية بين طياتها وفي أغسطس من عام 2018 نشرت قناة الحدثات تابعة لصدام حفتر صورا لزيارة حفتر للعاصمة النيجيرية نيامي أكدت فيها وجود تعاون عسكري واستخباراتي ضخم مع النيجر ومن حدود ليبيا الجنوبية قدم أيضا مرتزقة الجنجويد السودانيين إلى ليبيا عبر اتفاقية وقعت في مايو عام 2019 بين زعيم الميليشيا تحميتي وضابط الموساد السابق آري بن مناشي فيما كان حفتر حاضرا في سول بلاي اتفاقية حيث أكد الضابط الموساد في تصريح لبي بي سي أن دعم حفتر كان جزءا من الصفقة كما وقع حفتر وأتباعه خلال السنوات الماضية اتفاقيات كثيرة من بينها اتفاقية للصيد مع إيطاليا وأخرى لتصدير الخردة وتهريب النفط وأبرمتها مؤسسات تابعة لحفتر بحسب تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة فضلا عن قاعدة الخادم المحتلة من قبل الإماراتيين والتي لم تتم بناء على اتفاقية مواقعة بين الطرفين بل هي تنازل من حفتر عن أرض ليبية لتكون إماراتية يديرها عسكريون هنود وباكستانيون اتفاقيات عقدها ساكن الرجمة سمحت للقاص والدهن باستباحة السيادة وقتل الليبيين ونهبت مقدرات الشعب لم تحرك جميعها ساكنا لدى منتقد الاتفاقية مع تركيا رغم أن الاتفاقية مع تركيا من قبل حكومة شرعية معترف بها دوليا ونشرت تفاصيلها للرأي العام لكن دائما هناك من يحب أن يفقأ إحدى عينيه ليرى نصف الحقيقة أو أقل ترجمة نانسي قنقر